يوما بعد آخر يتراجع مستوى المساعدات الغذائية لتصل لأدنى مستوياتها على الإطلاق في منطقة تيجراي الأثيوبية التي تشهد حربا منذ أكثر من سنة مما يصعب وصول المواد الغذائية والأدوية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا قال في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في أثيوبيا إن عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيجراي حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريبا أوتشا أكد في تقريره أنه لم تكن هناك أي عمليات نقل ممكنة لمساعدات منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي بين عاصمة منطقة عفار سيميرا وميكيلي عاصمة تيجراي المحوى الرئيسي للمساعدات الإنسانية بسبب المعارك المستمرة وبحسب المنظمة فإن أكثر من 2400 طن من المساعدات الغذائية والمعدات علقت في سيميرا مضيفة أن تيجراي تعاني من نقص حاد في الوقود أيضا ولم يتم السماح بتوريد أي كمية منها منذ أغسطس الفائت باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي المكتب الأممي أضاف أن 1338 شاحنة وصلت إلى المنطقة منذ الثاني عشر من يوليو وهو ما يمثل أقل من عشر في المائة من الشاحنات المطلوبة لتلبية الحجم الهائل من الاحتياجات الإنسانية لتسعين في المائة من سكان تيجراي وفي الوقت الراهن يأمل المجتمع الدولي في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتنازعين في إثيوبيا وإنهاء القتال الذي أدى لنزوح الملايين ومقتل مئات ووصول مئات آلاف الأشخاص إلى حافة المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة